السلام عليكم البنات لابس عليكم بخير نتمنى يلقاكم هالفيديو بقتم الصحة والعافية اليوم ان شاء الله سنخدم معكم الوصفة المعمول بالطمر كي يجي شيش و بنين في نفس الوقت خليكم مع المقادير و الطريقة التحضير بكل التفاصيل نبدأ على بركة الله بالنسبة للعجين سنحتاجوا فيه 250 جرام زبدة مارغارين انا كنستعمل الاطلس ربع كأس الزيت و ربع كأس السكر سانيدة و نسمى بهذه الخنيشة نكهة الزهر و لا ننسى قبضة الملح لتصحيح الضوغ بالنسبة للدقيق هنا عبرت تقريبا 600 جرام ولكن لا نضيفه كامل سنضيف الكمية حتى في الاخر سنقول لكم ايش حال يقدني ديال الدقيق كنخلط كل شي تقريبا في الهاشوار ممكن تخدموا بالعجانة او لا تخلطوا غير بيديكم في قصرية سنضيف المكونات كاملين في الهاشوار و نضيف الدقيق بالنسبة للنوعية الزبدة ممكن تستعملوا اي نوع ديال مارغارين بحل دا انا كنستعمل الاطلس وبالنسبة للنكهة يعني انا استعملت النكهة الزهر لي ما كيبغيش هاد النسمة ديال الزهر ممكن يعوضها بالفاني شكرا بعد ان نضيف المكونات كاملة نضيف المكونات 600غ نستعمل نوعات الدقيق نضيف المكونات كما قريبا نحن نجمع العجين نحن نخدمه نفس الطريقة بحالة نخدمه الصابلي نحاول ندخل هذا الدقيق في العجين ونضيفه ونخدمه غير بأطراف الأصابع هذا القويه يعمل عجين يمكنه أن يكون عجين ونحن نحصل على العجين كما يرطب ونسبة لكمية الدقيق يوميا 500غ ويوميا 500غ ويوميا 500غ ويوميا 300غ يوميا 500غ ويوميا 500غ معجون التمر 250 غ معلقة كبيرة القرفة و معلقة كبيرة زبدة حيوانية ممكن تستعملوا غير زبدة البواطة ندمج الخليط بزيان و نحاول ندخل الزبدة و القرفة في العجينة و نشكلها كويرات نحاول نزل الوقت كبيرة نزل المعجون و نحن نضيف المعجون سوف ندير فيها 7 جرام تقدروا تديروا 7 جرام أو 6 جرام المهم في هذه العبار ما تديروهاش صغيرة بزاف وفي نفس الوقت ما تديروهاش كبيرة يعني يحاولوا اللي ما عندهاش الميزان يعني تحاول تديرهم يكونوا حجم واحد سوف نغطيهم بالسلوفة من بعد ما كملت الحشوة سوف نغطيهم بالسلوفة باش ما تنشفش معانا وكندوزوا باش نعبروا العجين اللي غادي نخدموا به غادي نعبرت قريبا في الحبا غا ندير فيها 17 جرام يعني ما تحاولوش انكم تديروا حبا كبيرة بزاف وما تحاولوش انكم تصغروا باش لحوشوا يعني ما تخرش من العجين نستمر بهذه الطريقة حتى نكمل جميع العجين اللي عندي وكندوزوا باش نغطيه بالسلوفة باش ما ينشفش وناكندوزوا باش نخدموا شكل ديالنا ديال المعمول غادي ناخدوا حبة وحدة ديال العجين غا نبسطوها في الكف ديال يدينا وغادي نديروا فيها الحشوة وغا نحاولو نجمعوها غير بشوية وكنكوروها ودروريك تحطوه وحدة ديال شوية ديال دقيق باش كدوزوا فيه العجين باش ما يلصقش لكم في المرشم وكنطبعوه بالنسبة لطبعنا اختارت هاد الزواقة يعني هاد المرشم تقريبا تكونوا في سيست ديال الزواقات اختارت هاد الزواقة ممكن اللي عنده بحاله تختار يعني اي زواقة راكلهم كيجيوزوينين يعني كنضغط حتى كنت تطبع هذيك الرشمة وكنحيدها وكنضعها على الصفيحة اللي غندخلها للفرن اللي نكون مفرشها بالبابي كويسون او اللي تكونوا داهنينها بشوية ديال الزيت اللي كان يعني اللاتة كتلصق عندكم وكنستمر بها التاريقة تنضير الحبات ديالي كاملين ممكن كنضير واحد تاريقة اخرى كنخدم الحشوة كاملة كنضيرها في العجين هاد كنبدأ انطبع في دقة واحدة انا حاولت نصور معاكم هنا يا هذي الحبات باش تشوفوا التاريقة وانا اللي غادي نكمل غادي نعمر العجين ديالي كامل وغادي ندوز نطبع في مرة واحدة الاشكال ديالي كاملين ترجمة نانسي قنقر ندخلوها للفرن يعني الحرارات تكون غير من الاسفل درجة الحرارات تكون من خفضة بالنسبة لفرن ديال الغاز إلا كان فرن كهربائي تشعلوه على 180 درجة و هدا هو الشكل ديالها بعد ما كنخرجوها من الفرن نخليوها حتى تبرد عاد كندوزو باش نديرو عليها سكار غلاسي هدا هو الشكل اللي كان حصل يعني كتكون محمرة واخد واحد اللون خفيف مدهب وفي نفس الوقت ما كتكونش بيضاء كناخد سكار غلاسي و ندوز عليها من الفوق ممكن إلا بغيتو تغطسوها في سكار غلاسي و كتدوز عليها واحد المسيحة بيديكم باش كتبان لكم هاديك الرشمة اكتر اشتر هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة اللي خدمت معاكم اليومه نتمنى انه ينال اعجاب ديالكم ما تبخلوش عليها بلايك ديالكم و اي استفسار خليوا لي في التعليق و ما بقى ليا نقول لكم مع السلامة الى الفيديوهات المقبلة ان شاء الله اشتركوا في القناة